السلام عليكم معكم احمد حتاحات بالدرس اليوم هنتكلم عن ما هو التابل وشو اهم ميزاته وكيف ممكن نستخدمه انا عندي جدول فيه بعض البيانات عن مبيعاتي لليوم فانا مثلا بدي اضيف عمو مبيعات جديدة فهي العملية رقم ادعاش ضمن نفس التاريخ وبيدي قوم عملية اضافة لمنتج رقم واحد مثلا اعمل كنترول دي جبلي معلومات خيلي فوق منتج واحد بعد منو عشرين قطعة بسعر خمسين جنيه فانا المكتب ته المعلومات المفروض يجب لي الكود لوحده عن طريق دالة فيلوك قبل انك توضعه ويعمل لي قديش مجمل ايراد ويضيفه للسام فوق بس ما حصل هالشي لانو دي اعمل الرينج تبعي مو ديناميكي وانما هو يدوي فلازم روح السام وزود لعمل الاسطور تبعي واحد ولازم انزل لهون اعمل كوبي للمعادلة واخيرا انسخ التنسيق وقلسقه ونزل هاي المعادلة لهون في خطر اي مضيف لمنتج عشره للجدول اللي عبتطلع منه هلا اول شي كيف دي عمل التابل بقى في ضمن دات البيانات تبعي الجدول بده يكون الحواف تبعه مو متصلة باي بيانات يعني فاضي عنده السطر فوقه فاضي يساره يمينه تحته كله فاضي لما اكباس كونترول تي بحدد لي الرانج بيبدأ يقول لي كريات تابل او ممكن من قائمة انسرت تابل هلا بيقول لي التابل طبعك هل هي حدوده هاي بالنقطة اه فعلا هاي حدودي ما في اكتر من هيك هل التابل طبعك كفيع عنوين للاعمدة ام حط واحد افتراضي من عندي افتراضي طبعه بيكون مسميه كولومن وان كولومن تو هايك يعني لأ في عنوين بخليها هاي صحشك بكباس اوكي بلاحظ عدة تغييرات اول تغيير انه صار التابل طبعه له اسم وصار فيه اسطور متعددة وصار في عندي هاي زر الفلتر هاي التغييرات شاء الله حدطرقها الدرس القادم كيف ممكن نغيرها او نعدلها بس اهم اهم خيار عندي انه لما اكباس 12 العملية 12 بلاي رأسا نزل سطر جديد بالفورمات المعتاد في بياناتي ورأسه نزلت اذا في معادلات نزلت متل ما هي بس جاهز للإدخال فلو كتبت منتج اثنين مسلا رأسان بجيب لي الكود نظامي لو بعته بعشرين اطعاب خمسين السعر بجيب لي رأسان الاكواد وكله تمام ودخلت التاريخ بثمانية اثنين وبلاحظ لما انزل لتحت وكون واقف ضمن الجدول بلاحظ انه الاعمدة عندي تغيرت اسماء لأسماء العواميات تبعي ضمن الجدول وتاني شي هاد الجدول صار عبارة عن رينج من الداتا المسمى كيف يعني يعني هدول الداتا الى تسمية شو تسميته هي التسمية اللي اللي لناها ضمن الدزاين واللي ظهرت لي هون تابل تو وعندي كصار هاد التابل مثل شيت داخل الشيت كيف يعني يعني عندما توقف هون على الزاوية بلاقي رأسا السطر فيني حدده اكتر من سطر العامود وفي نوقف على الزاوية العالية كتير ابعد زاوية هي هي وحدد كل الداتا بوقت واحد ففيني اعمل فورماتينج عليها مثلا اعمل لبولد لو كبس تمرتين بحدد لي كل شي مع الاعمدة مع اسماء الاعمدة هاد ملخص سريع للتابل كيف ممكن اعمله الدرس الجاية حنطرق ان شاء الله الاعدادات تبع التابل ضمن تاب ديزاين كما اكون احمد حتاحت